السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معي فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح في معكم طريقة اعمل مفرش على شغل سمكة. اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجبكم. فضل الله يسعى امرا ما تنسوش اذا اعجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. مفرشنا النهاردة هنستخدم فيه خيط غزل المنجد زي ما احنا شايفين. وهستخدم معي ابر الرقم تلاتة مليمتر وممكن كمان نستخدم من اتنين لتنين ونص تلاتة. يعني اما تستخدم رقم اتنين او اتنين ونص او تلاتة بس انا النهاردة هستخدم معاكم الابرة رقم تلاتة. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم ببتدي. طبعا احنا عارفين ان خيط غزل المناجد بتباع اه على شكل بكتات وبناخد البقرات الرفيعة اللي فيه ونفكها ونلفها بقرة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم هبتدي اكونها هي مجرد عشرين سلسلة. هسيب مسافة من الخيط ولو حبى المفرش بتاعك يكون اكبر بتزود عدد سلاسل البداية. بسم الله الرحمن الرحيم بسيب مسافة من الخيط ولف الخيط حلقة على الهواة. بدخل داخل الحلقة ولف الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. نقدر نكون مفرشنا النهاردة باي نوع خيط انت حباه بخيط المناجد بخيط آآ آآ نكونه كمان بخيط الحرير او الخيط السلسلة او خيط كمان المقرمية هيكون حجمه كبير ونستخدمه كاسجادة للارض هيكون في منتهى الجمال وروا. يعني ممكن بنفس البطرون بنفس الاعداد اللي هنشتغلها هي هي تبتدي تشتغليها باي صمك خيط انت حباه بس مع حجم الابرة المناسب ليه. بسم الله الرحمن الرحيم بسيب مسافة بسيب عفوا الحلقة على الابرة زي ما احنا شايفين بلف خيط واخرج منها. بسم الله واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتماشر تاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين. بالشكل ده كده كونا سلاسل البداية. بعد ما كونت سلاسل البداية هبتدي اكون عندي هنا. من نفس المكان اللي انا واقفة فيه هبتدي ارتفع واحد اتنين سلسلة وهعتبرهم بس مجرد سلاسل ارتفع. وابتدي اشتغل بالعمود بلفة زي بشتغله بيكون عندي الابرة حلقة هلف اللفة واحدة بقوا حلقتين هزيد بقى سلسلتين واروح لسلسلة رقم تلاتة في الحلقة الخلفية الباكل وبقى ادخل اسحب الخيط واخرج معي كده تلات حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هلف الخيط واخرج من اكده كونت عمود على اول سلسلة عندي وهبتدي اشتغل على كل سلسلة قابلني غرزة عمود بلفة واحدة كده واتنين تلاتة وبكمل غاية ما بوصل لاخر سلسلة موجودة عندي. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين كده اشتغلت تسعتاشر غرزة عمود بلفة في الغرزة رقم عشرين. ابتدي اشغل عمود. بعد كده هياخد اربعة سلسلة سمنة واحد اتنين تلاتة اربعة. وفي نفس الفرق هو هو هبتدي اشتغل عمود كمان لاني كده بكون بابتدي اشتغل على الجانب اللي هو ايه? الثاني. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ابتدي اشتغل بقية على بقية الغرز الموجود عندي. كل غرزة فوقها غرزة واحدة. لغاية ما بوصل تاني لناية السطر. يبقى كده عندي اتنين. انا كده عندي واحد اتنين. وكل غرزة بيكون طبعا حرف الفي لها موجود عندي. مش كله لكن انا خدت الحلقة الخلفية بيكون ما باقي من حرف الفي للسلسلة. الحلقة الامامية مع المطاب ببتدي ادخل واشغل العمود بلفة الخاص بالفراغ ده او المكان ده. خيط البداية بخليه معي على الابرة ببتدي اخفيه بقى معي بحيس ان انا ايه ما يكونش في عندي اي حاجة شكلها مش لطيفة. وبكمل لغاية ما بوصل لاخر السطر. في نهاية السطر الاول في كده في النهاية شغلت الاخر عمود عندي هو كان رقم عشرين زي ما احنا شايفين. ابتدي ارتفاع واحد اتنين تلاتة اربعة. واروح لاول عمود اشتغلته. اول سلسلتين ما لناش علاقة بيها. اول عمود بنزل تحت حرف الفي بالكامل. تحت الضلعين واسحب الخيط واخرج من عنده. من كمان الحلقة الموجود عندي على الابرة بغرزة منزل. كده بيكون السطر الاول اتكون معي بكل بساطة وبكل سهولة. وعلى فكرة المفرش كله سهل وبسيط هو بس محتاج مننا شوية تركيز. هبتدي فوق اول غرزة ارتفاع سلسلتين وزي ما احنا قلنا من البداية للنهاية هيكون معانا سلسلتين الارتفاع فقط لغير مش محسوبين معانا من العدد. هبتدي فوق كل فراغ عمود بلفة. يعني انا ببتدي اشتغل في الفراغ الصغير ده واتدي فوق كل عمود. اشتغل عمود بلفة زيه. ده واحد. اتنين. تلاتة. اكمل غاية ما بوصل لاخر عمود موجود عندي وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. في نهاية السطر جدا ده تسعتاشر. هنا ده رقم عشرين. هيقابلني اربع سلاسل الزاوية. ابتدي اشتغل داخل الزاوية من طبعا من بداية ما هنشتغل السطر ده. لغاية مرحلة معينة هنبتدي نشتغل بنفس الطريقة. هشتغل اربع عمود اتنين منهم بآ لفة واحدة واتنين باتنين لفة. اربع سلسلة اربع عمود وبردك برجع اكون اتنين باتنين لفة واتنين بلفة واحدة. يعني اربع عمود. اربع سلسلة اربع عمود بلفة. لكن بنقسمهم زي ما قلنا مع بعض. اولا بابتدى اشتغل عمود بلفة واحدة. كده واحد عمود. كمان عمود بلفة واحدة. نبتدي بقى نشتغل اتنين عمود باتنين لفة. ازاي باشتغلهم? بيكون عندي على الابرة حلقة. بلفوا واحد اتنين. بقى معي تلات حلقات على الابرة. بدخل فراغي هو هو. اسحب خيط واخرج. معي واحد اتنين تلاتة اربع حلقات على الابرة. بلف خيط واخرج من حلقتين. اتبقوا تلاتة. هلف خيط واخرج من حلقتين. اتبقوا اتنين. هلف خيط واخرج منها. كده عمود باتنين لفة كمان واحد. اخد اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة. والاربعة سلسلة دول بيكونوا زي الزاوية دي بالزبط ما فوق. كمان اتنين عمود باتنين لفة. نرجع تاني بقى اتنين عمود بلفة واحدة. ارجع تاني اقرر وشدي شغلك كده علشان اول عمود عندك الفراغ بتوقع اهو. دايما لما بنيجي نشتغل في سلاسل الزاوية بنشتغل على المكان ده وبناخدش بالنا منه لان نلاحظ ونركز كواس جدا علشان عدد الشغل معنا يكون مصبوط. هبتدي تاني بقى اشتغل فوق كل عمود من العشرين عمود. عمود بلفة زيه لغاية ما بوصل الى الزاوية بابتدي اشتغل داخل الزاوية بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بها هنا. اشتغل اتنين عمود بلفة. اتنين عمود باتنين لفة. اربعة سلسلة. اتنين عمود باتنين لفة. اتنين عمود بلفة. وبعد كده ارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده بيكون خلص معي السطر رقم اتنين وبنفس طريقة السطر اللي هيبتدي. نبتدي نشتغل فيه رقم تلاتة. بابتدي اكرره. آآ بكرر بعد منه اربع سطور. بيكون عدد السطور معي طبعا واحد اتنين واللي هنشتغله رقم تلاتة وبعد منه اربعة يبقى عندي سبع سطور بنشتغله بنفس طريقة السطر رقم تلاتة. هسي بسلسلتين بروح لاول عمود عندي اشتغلته. وبتدي اقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا ايه شايفين. ابتدي تاني في نفس المكان اللي انا وقف فيها ارتفاع سلسلتين. عفوا. وفوق كل فراغ. بابتدي اشتغل عمود بلفة. زي العمود اللي تحته. كده عمود. بصوا بقية بنات هنا هيحصل عندي اختلاف. انا تحت كنت بشتغل على عشرين عمود. في المكان دوت او سطر ده هنبتدي نشتغل على عشرين عمود انا هنا ابتديت فوق او باحد من العشرين. هبتدي اشتغل على عشرين انا اخر العشرين اهو. بعد العشرين هبص هلاقي عندي فيه اربعة اللي هم كانوا في الزاوية اللي تحت. هبتدي اشتغل عليهم بردك زيهم زي العشرين بالزبط. وداخل الزاوية هبتدي اقرار الزاوية ايه اللي احنا اشتغلناها تحت اتنين عمود بلفة اتنين عمود باتنين لفة اربعة سلسلة. اتنين عمود باتنين لفة اتنين عمود بلفة واحدة. وبابتدأ اشتغل على العشرين هيقابلني برضا الاربعة بتوع الزاوية باشتغل فوق كل عمود منهم عمود بلفة واحدة. ناخد بالنا ان حتى كمان العمود باتنين لفة من فوق لما بشتغل عليه بشتغل عمود بلفة واحدة. ارجع في الزاوية اكون زاوية زي اللي كوناها كده بالزبط. زي ما احنا شايفين. وبعد كده ارجع اشتغل على الاربعة عمود. اربعة عمود بلفة واحدة. وبكرر كمان بنفس الطريقة لغاية ما بوصل ايه? اربع سطور كمان بعد السطر ده. هكمل لغاية ما وصل للغرزة رقم عشرين. وارجع لكم نشوف مع بعض هنشتغل ازاي. رجعت الكم تاني وكده اشتغلت على العشرين عمود. عشرين عمود زيهم بالزبط ايه? زي ما احنا شايفين. وصلت الاربع اعمدة الزاوية. هبتدى اشتغل فوقهم. جده واحد. وعشرين. اللي بعده اتنين. وعشرين. اللي بعده كمان اللي كان باتنين لفة بفوق هيكون بلفة واحدة. تلاتة وعشرين. كمان. اربعة وعشرين. بالاضافة. يعني هنا هيكون اربعة وعشرين. ونزود عليهم كمان اربعة من هنا هيكون تمانية وعشرين. وهزود اربعة في الزاوية هنا واربعة في الزاوية هنا هيكون عندنا آآ نزود اربعة تمانية وعشرين واربعة كمان. هيكونوا اتنين وتلاتين وكمان نزود اربعة هيكون معنا آآ ستة وتلاتين غرزة عمود بلفة. طبعا في السطر اللي بعده بنبتدي نشتغلهم بالشكل ده. ابتدي اشتغل بقى داخل الزاوية. واحد. اتنين. عمود بلفة واحدة. واتنين عمود باتنين لفة. واحد اتنين. واحد اتنين تلاتة اربعة كمان اتنين عمود باتنين لفة. واتنين عمود بلفة واحدة. ارجع اشتغل على الاربعة عمود اللي كانوا عندي في الزاوية لتحت اربعة عمود بلفة واحدة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وارجع اكمل على العشرين عمود عشرين عمود زيهم. هيقابلني الاربعة اللي في الزاوية بشتغل عليهم زي هنا بالزبط. وارجع اشتغل الزاوية وارجع اشتغل على الاربعة البقيين عندي هنا. وفي النهاية بقفل بغرزة منزلقة فوق اول غرزة اشتغلتها. وارجع تاني ارتفع سلسلتين. وبكمل بنفس طريقة السطر اللي احنا فيه ده بناتاني. كده اشتغلت معكم واحد اتنين تلاتة. مفروض هنشتغل لغاية ما يكون معنا سبع غرزة عمود بلفة. عفوا سبع سطور بنفس الغرزة العمود بلفة. بس بنفس الطريقة هكمل آآ كمان على السطر دوت. هكمل السطر دوت. بعد منه كمان هكمل اربع سطور. وارجع لكم كامل مع بعض. راجعت لكم تاني وبعد ما عدينا مع بعض كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة بنفس طريقة السطر رقم. تلاتة زي ما اشتغلنا مع بعض. ابتديت اضيف مركر او علامات عشان يبتدي اشتغل بطريقة مختلفة عن السطور اللي فاتت. هنبتدي نشوف الزاوية دي اهي بالاعمدة اللي فيها كده بعد وحد اتنين ثالت زاوية هبتدي شوف اول عمود من الزاوية دي فين اهو. وحطت المركر عنده. تمام? اول عمود من الزاوية اهو. وضيفت المركر عنده. برضه جيت للزاوية دي بعد واحد اتمين تلاتة. بشوف اول عمود هنا واضيف المركر عنده وهنا برضا وهنا بنفس الطريقة. حيث انا عندي هنا كام عندي كام عمود بسم الله واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احتاشر اتناشر. قبل آآ آآ طبعا المركر بيكون في بيكون في العمود رقم اتناشر واتناشر 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 وهكز. طيب تعالوا بقى نبتدي نشتغل بنفس الطريقة بتاعتنا ونشوف هنشتغل مع بعض ازاي. هبتدي من نفس المكان اللي انا واقفة فيه. هرتفع سلسلة وفوق نفس الفراغ هاشتغل غرزة حشو. بعد ما اشتغلت غرزة حشو هاخد سلسلتين. واحد. اتنين. هسيب من تحت كام فراغ يا ابنة وراء واركزه معي كواس او في المرحلة دي. هلفو الخيط على الابرة هسيب من تحت واحد اتنين واروح لرقم تلاتة بتدي اشتغل فيها. تلاتة عمود بلفة اتنين سلسلة تلاتة عمود بلفة كأني باشغل غرزة صدفة. كده واحد. كمان مرة في نفس الفراغ. اتنين. كمان مرة في نفس الفراغ. تلاتة. المرحلة دي ممكن تشتغلوها بعمود بلفة او عمود باتنين لفة زي ما انتم حابين. سلسلة اتنين. وارجع تاني اكرر في نفس الفراغ تلاتة عمود بلفة. واحد اتنين. هياخد سلسلتين واحد اتنين وهسيب من تحت كم فراغ بقى انا اشتغلت هنا. هسيب واحد اتنين. واروح اشتغل غرزة حشو. ارجع تاني ااخد سلسلتين. واحد اتنين. هلف الخيط على الابرة من تحت هسيب كم فراغ هسيب اتنين فراغ. واحد اتنين واروح اشغل صدفة. كمان زي اللي احنا شغلناها. تلاتة عمود. اتنين سلسلة تلاتة عمود. كده واحد. اتنين. اش عايزين دل شخل. تلاتة. واحد اتنين سلسلة وكمان مرة في نفس الفراغ. واحد. اتنين. تلاتة. اتنين سلسلة. واحد اتنين. المرة دي من تحت مش هسيب فراغين. لا هسيب كم فراغي بنات هسيب تلات فراغون. هعد واحد اتنين تلاتة وفرقم اربعة هروح اشغل غرزة حشو. ونركز بس في السطرة ده لاني السطرة ده هو اللي هتدي اقسس فيه للسطور اللي جاية. هنشتغلها بنفس الطريقة. بس ايه لازم ناسس العدد معنا في السطرة ده بالشكل ده. واحد اتنين سلسلة. وهسيب من تحت اتنين فراغ واروح اشتغل فراغهم تلاتة صدفة. مقونا من تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود بلافة. واحد اتنين كمان مرة. واحد. اتنين. تلاتة. سلسلتين واحد اتنين. وهعد من تحت واحد اتنين وفرقم تلاتة. هعمل غرزة حشو. وهياخد سلسلتين هتدي. هادي كان بقى دلوقتي يا بنات. هادي من تحت كده واحد اتنين واعمل فرقم تلاتة صدفة. واحد. اتنين. تلاتة. واحد اتنين. كمان تلاتة عمود. سلسلتين هسيب من تحت كان بقى واحد اتنين تلاتة ورقم اربعة هروح اعمل غرزة حشو. سلسلتين كده هتبقى لي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هسيب اتنين واشتغل هنا صدفة. واحد. اتنين. تلاتة. سلسلتين. كمان تلاتة عمود. واحد. تلاتة. سلسلتين والمرحلة اللي جاية بقى انا مش هشتغل حشوة. انا هشتغل فوق المكان اللي فيه المركر سلسلتين. واروح فوق المركر ابتدى اشتغل عمود بلفة. فوق كل عمود يقابلني بس بسيب من تحت طبعا انا كده ايه اشتغلت هنا بسيب واحد اتنين. وابتدي مكان المركر ابتدى اشتغل العمود الاول من مكان آآ بقل السمكة او فم السمكة. اشتغل واحد اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احتاشر اتناشر. طيب اتناشر وصلت الزاوية زي اي زاوية كنت باشتغلها تحت بابتدى اكونها بنفس الطريقة. واحد. اتنين. اتنين عمود بلفة. باتنين لفة. واحد. اتنين. يعني اتنين عمود بلفة. اتنين عمود باتنين لفة. اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة. ارجع تاني. اتنين عمود باتنين لفة. اتنين عمود بلفة واحدة. واحد. اتنين. ارجع اشتغل على الاتناشر غرزة عمود بلفة. ناشر غرزة عمود لغاية ما وصل للزاوية وارجع لكم تاني. عفوا لغاية ما وصل للمركر مش الزاوية. انا هنا عند الزاوية. عشان جده اتلقبت ولتلكم زاوية. لغاية ما وصل للمركر وارجع تاني. رجعت لكم تاني كده وصلنا للمركر رقم اتنين. خلاص ده شكرا. اتلاقي اشتغل المركر. تاني. وقف مكان وبشتغل عمود. تعالوا بعد انتزين راكز تاني عشان المرحلة ايه آآ هنا هتكون بس زبط زي الاعداد اللي احنا عملناها هنا بس من جهة تاني. سلسلتين واحد اتنين وهلف الخيط على الابرة هسيب من تحت واحد اتنين وفرقهم تلاتة كون صدفة. مكونة من تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود بلفة في نفس الفراغ. واحد اتنين وكمان مرة في نفس الفراغ تلاتة عمود. سلسلتين ونسيب اتنين فراغ من تحت واحد اتنين وفرقهم تلاتة بعمل حشو. ارجع سلسلتين هبتدي لف الخيط على الابرة هنا بقى هسيب واحد اتنين تلاتة وفرقهم اربعة هبتدي اشتغل الصادفة الجديدة واحد سلسلتين بنسيب تحتهم واحد اتنين واروح اشغل غرزة حشو. سلسلتين هسيب واحد اتنين واشغل صادفة. سلسلتين هنسيب هنا عندنا هنا اخي ما كان اشتغلت فيهن بسيب واحد اتنين واروح اشغل غرزة حشو. سلسلتين هسيب واحد اتنين وفرقهم تلاتة صادفة. سلسلتين المرة جي من تحت مش هسيب اتنين هسيب واحد اتنين تلاتة وفرقهم سلسلتين هسيب واحد اتنين وفرقهم تلاتة بشغل الصادفة. سلسلتين بسيب تحتهم فراغين. واحد اتنين وبعمل حشو. سلسلتين هسيب من تحت واحد اتنين. واروح لرقم تلاتة. اشغل الصادفة. سلسلتين من تحت هنسيب تلاتة واحد اتنين تلاتة وفرقهم اربعة. بشغل حشو. سلسلتين وهروح بقى اكون هنا عندي هسيب اتنين وفرقهم تلاتة بشغل الصادفة. سلسلتين واروح اكمل على كل عمود عمود وداخل الزاوية بشتغلها بنفس الطريقة زي ما احنا اشتغلنا. بارجع اكمل اعمدة 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 لغاية المركر وبعد كده ببتدي اشتغل اسيب فراغين. وفرقهم تلاتة بشغل الصادفة اسيب فراغين وفرقهم آآ اللي بعدها بشغل حشو. بعد كده آآ سلسلتين هسيب تحتهم واحد اتنين تلاتة وبعد كده في رقم اربعة اشتغل الصادفة سلسلتين هسيب الفراغين وبعد كده هروح اقفل في غرزة الحشو. هكمل بقى الغاوية ما وصل للنهاية وارجع لكم كامل السطر الجديد معها. رجعت لكم تاني وكده خلاص وصلت لنهاية السطر بعد ما اشتغلت اخر صادفة واخدت سلسلتين هروح فوق اول غرزة حشو اشتغلتها وبتدي اقفل بغرزة منزلقة. في المكان ده انا هبتدي اشتغل فوق الصادفات بس. بعد كده همشي بمنزلقة. منزلقة بامشي على الحلقة الخلفية من السلسلة. منزلقة. هنا بقى عندي اعمدة همشي على اعمدة. بمنزلقة. لغاية ما وصلت المتصف الزاوية وهو ده طبعا المطلوب ان انا ابتده اشتغل فيه. في السطرة ده مش هشتغل زي ما احنا كنا شايفين ما بين الصادفة والصادفة سلسلتين حشو سلسلتين صادفة. لأ هشتغل الصادفة تلات سلاسل صادفة. تلات سلاسل صادفة. تلات سلاسل صادفة. فوق كل الصادفة على طول. مباشرة. ارتفع سلسلتين. هيكون مجرد سلاسل ارتفاع. ابتدى اشتغل تلاتة عمود. واحد. اتنين. تلاتة. سلسلتين. واحد. اتنين. تلاتة وكل ده فوق السلسلتين يا بنات اللي تحت عندي ايه في الصادفة تمام? هبتدى بعد كده. هنا كان مفروض نشتغل تلاتة عمود بس واضح ان انا اشتغلت اتنين عمود. معلش. بس ناخد بالنا احنا بقى طبعا ان احنا لازم في كل الصادفة بيكون تلاتة عمود اتنين سلسلة اتنين آآ تلاتة عمود. هبتدى تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة سلسلة. وهسيب بقى انا هنا السلاسل والحشو والسلاسل وروح مغشرة فوق الصادفة واشتغل صادفة زيها بالصبت. واحد. اتنين. تلاتة سلسلتين. كمان مرة فوق السلسلتين واحد. نين. تلاتة. وبقرر. تلاتة سلسلة. اروح اشتغل صادفة. تلاتة سلسلة صادفة. تلاتة سلسلة صادفة. تلاتة سلسلة صادفة. تلاتة سلسلة هبتدى اشتغل على الاعمدة عندي الاعمدة طبعا زادت. بقى هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احتاشر اتناشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر وارجع اشتغل على الزاوية زاوية زيها. وارجع تاني اكمل على الاعمدة اعمدة اخد تلت سلاسل صادفة تلت سلاسل صادفة تلت سلاسل صادفة وهكزا حتى ايه نصل الى الاعمدة بشتغل على الاعمدة اعمدة وداخل الزاوية بشتغل زاوية زيها بالضبط زي كل السطور اللي فاتت على اعمدة اعمدة وارجع تلت سلاسل صادفة تلت سلاسل فوق سلسلتين باشتغل صادفة تلت سلاسل وارجع لكم تاني نقفل مع بعض. رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين اشتغلنا بنفس الطريقة بنقفل بعد ما اخدت تلت سلاسل بغرزة منزلقة فوق اول عمود بلفة اشتغلنا. هبتدي اقرر السطر اللي هو اللي قبل اللي فات يعني السطر اللي بيكون في عندي صادفة سلسلتين حشو سلسلتين صادفة وهكذا. همشي لغاية ما وصل لمنتصف الصادفة فوق السلسلتين. بغرزة منزلقة. وفوق السلسلتين ببتدي كون صادفة زيها بالزبط. سلسلتين ارتفاع تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود بلفة في نفس الفرق. تلاتة. بعد ما كونت الصادفة زي ما قلنا مع بعض ببتدي اقرر تاني السطر اللي هو القبل اللي فات. بدلا ان السطر اللي فات كنت باخد ايه صادفة تلات سلسل صادفة. لكن اللي قبله كنت باخد صادفة سلسلتين حشو سلسلتين صادفة. طيب هنا هياخد سلسلتين واحد اتنين. هعد كاما هيسيب طبعا التلاتة عمود وعد من التلات سلسلت ورسيب سلسلة. واروح لرقم اتنين باخد الحلقة الخلفية مع المطب واعمل فوقيهم غرزة حشو. سلسلتين واحد اتنين وارجع تاني داخل الصادفة اكون صادفة زيها بالزبط. تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود بلف. افضل بقى السطر كله اقرر. سلسلتين واحد اتنين. هاجي عند السلاسل التلاتة بسيب اول واحدة وتاني واحدة. بارفع الحلقة الامامية كده وبعد كده نزلها تحت الابرة بارفع الحلقتين الوراها على الابرة. واسحب الخيط من تحتهم اجر ورزة الحشو. سلسلتين وهكمل بنفس الطريقة بقى لغاية ما بوصل لنهاية الصادفات ان انا في السطر ده بشتغل. صادفة سلسلتين حشو سلسلتين صادفة سلسلتين حشو سلسلتين صادفة وهكزا. لغاية ما بوصل للمكان هنا بشتغل تلاتة سلسلة وبعد كده بروح اشتغل على الاعمدة اعمدة وداخل الزاوية زاوية زيها بالزبط. اتنين عمود بلفة اتنين عمود باتنين لفة اربعة سلسلة. اتنين عمود باتنين لفة اتنين عمود بلفة واحدة وارجع اشتغل على الاعمدة اعمدة. تلاتة سلسلة صادفة. اتنين سلسلة حشو اتنين سلسلة صادفة. وهكزا لغاية طبعا ايه ما نوصل للزاوية التانية بكملها بنص الطريقة. وارجع هنا تلاتة سلسلة واكمل صادفة آآ سلسلتين حشو سلسلتين صادفة. وهكزا لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بقفل بغرزة منزلقة. السطر اللي بعده بيكون تكرار للسطر ده. يعني السطر اللي هو يعتبر رقم اتنين بالنسبة للصادفات. يعني هكمل السطر ده وهكمل كمان سطر بعد بينه بنص الطريقة اللي هي بتكون صادفة تلات سلسل صادفة. وارجع لكم بنبتدي نكون السطر اللي بعدهم اللي بنبتدي نعمل فيه عين السمكة مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين طبعا السمكة بتاعتنا كبريت خالص. ولسه كمان فاضل لنا مجموعة من السطور. هنا بعد ما اشتغلت اخر تلاتة سلسلة بروح اقفل فوق اول عمود بلف اشتغلته. بغرزة منزلقة. برجع تاني اكرر السطر اللي بيكون فيه عندي صادفة سلسلتين حشو سلسلتين صادفة. همشي لغاية منتصف الصادفة. بغرزة منزلقة. لغاية ما وصلت للسلسلتين وبتزيع كون صادفة. مكونة من تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود بلفة في نفس الفراغ. اتنين. عفوا. تلاتة من اجمل المفارش آآ باشكال السمك على فكرة مميز جدا وجميد. سلسلتين كمان في نفس الفراغ تلاتة عمود. هنا بقى هنيجي فوق التلات سلاسل وبنفضل نقرر على فكرة السطرين دول يعني السطر دوت اللي بيكون السطر اللي بيكون فيه سلسلتين حشو سلسلتين صادفة واللي بعده بيكون صادفة تلات سلاسل صادفة وهكزا اللي بعده بيكون تكرار ده واللي بعده بيكون تكرار اللي هو ايه السطر فيه تلات سلاسل. وفضل اقرر كده لغاية ما بوصل للسطر اللي بيكون عندي اخر سطر ايه بنتدي نشتغله مع بعض. سلسلتين هعد بقى من السلاسل التلاتة بسيب واحدة وبيجي الرقم اتنين واعمل غرزة حشو. سلسلتين وارجع فوق الصادفة اشغل صادفة بقرر بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لاخر صادفة وارجع لكم نبتدي نكون في الجزء اللي هو طبعا الامامي اللي هو بيكون بعيد عن آآ جزء البداية دوت هبتدي اكون وعين السمكة. رجعت لكم تاني بعد اخر صادفة بيخد تلاتة سلسلة بسم الله واحد اتنين تلاتة وهروح بقى اشتغل اتناشر عمود فوق الاعمدة اللي اتناشر اللي جايين. بسم الله كده واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. احداشر اتناشر. بعد ما اشتغلت اتناشر عمود بلفة هاخد سلسلتين واحد اتنين. هلف الخيط على الابرة هسيب انا اشتغلت في ده اخر واحدة هسيب بعد من واحد اتنين. واروح لرقم تلاتة وبتدي اشتغل لغاية ما وصل للصادفة ونعد بقى كام عمود واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. احداشر. اتناشر. تلاتاشر. اربعتاشر. اربعتاشر هنا طبعا اشتغلناهم. هنا اشتغلنا اتناشر وسبنا اتنين يعني بردك اربعتاشر. تمام يا بنات? هبتدي اشتغل عمودين بقى في الزاوية. عمودين بقى بلفة واحدة كده واحد. اتنين. وعمودين باتنين لفة. واحد. اتنين. اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة. وارجع اقرر هنا زي ما احنا اشتغلنا بالزبط. هبتدي اشتغل بقية الزاوية. وارجع اشتغل هنا اه اربعتاشر عمود. وبعد كده اشتغل سلسلتين اسيب تحتهم اتنين فراغ. وارجع اشتغل اتناشر عمود. واقرر بنفس الطريقة اللي احنا طبعا بنشتغل بها ان احنا بنشتغل تلاتة سلسلة. صادف اتنين سلسلة حشو اتنين سلسلة صادفة وهكزا حتى نصل الى نهاية السطر. هكمل كمان السطر ده واكمل بعد منه تلات سطور بنفس طريقة التكرار اللي احنا شغالين بها. مرة بقرر السطر ده مرة بقرر السطر اللي بعده مرة بقرر السطر ده مرة بقرر السطر اللي بعده. وهكزا هكمل كمان تلات سطور بنفس التكرارات اللي اتفقنا على مع بعض عليها. وزي ما احنا شايفين كده. بيكون خلاص كوننا عيون السمكة وهنكون زيها اختها هناك. هكمل التلات سطور وارجع لكم نكمل ديل السمكة واخر سطر مع بعض. رجعت لكم تاني بصوا يا بنات انا اشتغلت لغاية دلوقتي ابتديت السطر بس الجديد اللي هو بعد اللي انا سبتوكم فيه. اشتغلت طبعا صادفة تلات سلسل صادفة وهكزا لغاية ما وصلت ايه? للاعمدة. اشتغلت فوق الاعمدة زيها. وصلت للسلسلتين. هنبتدي نشتغل فوق السلسلتين دول عمودين. كان لازم ارجع لكم في النقطة دي عشان ما يكونش في حاجة مقصانة خالص. في الحلقة الخلفية الباكلوب ابتدي. ادخل اشتغل عمود فوق السلسلة الاولى. وكمان السلسلة التانية. عمود. وابتدي اكمل بقى فوق كل عمود يقابلني عمود بلفة زيه بحيس ان طبعا انا كل اللي انا محتاجايا كنت بس ايه? اعمل الفراغ اللي هو الخاص بعين السمكة. وبكمل السطر دوت والسطرين اللي جايين كمان بعد منه بقى بنفس الطريقة اللي احنا قلناها مع بعض وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده السمكة بتاعتنا طبعا هي كبرة خالص وبيت جميلة جدا. كل اللي فضل عندنا ان احنا نقفل السطر دوت الاخير اللي احنا اشتغلناه وبفضلنا كمان سطر نفنش به المفرش كله. وكمان دي السمكة. لو ناخد بالنا دي للسمكة انا شغلت جزء جانب والجانب التاني هنشغله بنفس الطريقة هي هي زي ما هنشوفها دلوقتي مع بعض. بس قبل ما نبتدي نعمل دي للسمكة هنبتدي بس نشوف مع بعض هنقفل الجزء ده ازاي بالشكل ده. انا هنا طبعا كنت خلاص وصلت لنهاية السطر عندي هبتدي. زي ما احنا شايفين هسيب بس مسافة من الخيط. وابتدي عقص الخيط. هسحب الخيط من الابرة. وبابرة التنظيف او بابرة تكون فتحتها طبعا تسمح بدخول الخيط. ودي ابرة المنجد وده خيط المنجد دي يعني طبعا الاتنين مناسبين لبعض جيت. هبتدي هروح انا عندي اول عمودة اهو السلسلتين واول عمود هسيبهم ما ليش علاقة بهم. اروح لتاني عمود تحت حرف الفي. بدخل. بسحب الخيط زي ما احنا شايفين. وبعد كده هرجع تاني للسلسلة الاخيرة اللي انا اشتغلتها بدخل في الحلقة الخلفية مع المطبل في الخلف. طبعا هو الشغل بالنسبة لمجموعة سلاسل بيكون صعب شوية بس ايه? باردك هنعمل. اهي. بالشكل ده بنكون قفلنا خلاص السطر بتاعنا زي ما احنا شايفين. هبتدي بقى ايه? واحدة واحدة بس كده. همشي بالابرة بتاعتي تاني. ارجع لمكان يكون سهل على ان انا ابتدي اخيط ايه? فيه زي ما احنا شايفين. بالشكل ده. وارجع تاني. انا بس عايزة اسبت شغلي كويس. بالخيط وبالابرة. وبعد كده هبتدي ادخل داخل الغرز من تحت كده. اسبت شغلي اكتر من مرة. علشان لما قص الخيط ابقى خلاص متطمنة ان ما فيش اي ايه مشكلة. بس في الحالة دي خلاص بقى انا عندي ما عنديش مشكلة ان انا ابتدي اقص ايه الخيط. كده طبعا بيكون خلص معنا المفرش لغاية الشكل ده. هنبتدي بس ايه? عشان دي فكت مني هرجعها تاني. افرض ان انا بختم الجزء ده واحد اتنين تلية اربعة خمسة ستة سبعة. تمانية. تسعة عمود. وبعد كده بسيب بخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة وبسيب مسافة من الخيط مش كبيرة. وبعد كده بقص الخيط. ده كده بيكون الديل بتاع السمكة. طيب. تعالوا ناخد الخيط اللي فاض مننا الاول. نبتدي بيه الديل هنا. عند الديل هنا بناتها بتدي قاعد. امسك من عند الديل سواء هنا او هنا واحد. باجي من عند اول عمود عندي. اسحب الخيط الجديد. بقى في العقد البداية. واسحب الخيط وختار في خيط البداية طبعا بخليه معي ايه زي ما احنا شايفين في ضهر الشغل. ارتفع سلسلتين وزي ما احنا عارفين هم مجرات سلاسل ارتفاع. وابتدي اشتغل عشرين غرزة عمود على عشرين غرزة من اللي عندي تحت. عمود بلفة واحدة. واحد. وبغرزة اللي بعدها. اتنين. وطبعا خيط البداية زي ما احنا شايفين معنا في الخلف. تلاتة. اربعة. خمسة كده خلاص خفينا خيط البداية اللي احنا ابتدينا بيه من هنا. كده عندي السلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة صح? ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. احداشر. اتناشر. تلاتة اشر. اربعة سبعتاشر. تمنتاشر. تسعتاشر. عشري. بداية بقى من السطر اللي جاي ركزوا معي. هنشتغل طريقة معينة رايح جاي. علشان العدد يقلي معينة. هنا هرتفع واحد اتنين تلاتة والمرة دي هحسبها من العدد. هلف شغل الناحية التانية. وهبتدي رف الخيط على الابرة. التلات سلاسل فوق اول فراغ. فمش هشتغل فيه تاني. اروح لتاني فراغ وابتدي اشتغل عنود رقم اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. احداشر. اتناشر. تلاتة اشر. اربعتاشر. خمسة اشر. اعفا. ستة اشر. سبعتاشر. تمانتاشر. تسعتاشر. اي بيران ده. العمود الاخير مش هشتغل وحسيب. تمام? اي بالخيط خلص. هنبتدي بقى نوصل لخيط جديد. خصوا على فكرة دي طريقتي في لضم الخيوط الجديدة بالنسبة للخيط ده. انا ببرمها كده بالشكل ده. بعمل عقدة. نجيب اطرف الخيوط على بعضها. بالشكل ده. هرتفع. واحد اتنين تلاتة وطبعا همش هسيبي الخيط مدلل كده الوقت هنشوف هنعمل ايه. اول فراغ انا اشتغلت فقسة لقسة. هاروح لتاني فراغ وبتدى اشتغل. كده اتنين. طيب خيط ده هجيبه معي بقى اهو الشكل ده تحت وابتدى اشتغل عليه. العمود اللي جاي. تلاتة. بعده اربعة. شايفين الخيط اهو باشتغل علي يا بنات من ضمن الغرص. خمسة اولا. لو قد لانا اقتها دي عمرها ما بتفك ابدا. ثانيا احنا اشتغلنا عليه كمان ايه زي ما احنا شايفين. يبقى عندي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ستة. سبعة. تمانية. لو فقط بقى اي فاتلة خيط يعني ازغانطوطة هنقصها. تسعة. عشرة. احد واشر. اتناشر. طلطة اشر. اربعة واشر. خمستاشر. ستاشر. سبعتاشر. تمنتاشر. السلاسل التلاتة اللي انا بعتبره معمود مش هشتغل فيها. وفي كل سطر يا بنات دايما مكان السلاسل مش هشتغل فيه. يعني بشتغل دايما في كل سطر عمود اقل. لغاية ما بوصل ان يكون معي عدد الاعمدة تسعة عمود بلف. هكمل بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيا لغاية ما اوصل لنهاية الديل السمكة. وارجع لكم كامل السطر الاخير مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده خلاص ديل السمكة تمام. في اخر حاجة عندي طبعا زي ما اتفقنا مع بعض ان انا بيكون معايا عدد تسعة عمود بلفت بما فيهم سلسل ارتفاع. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. طيب السطر الاخير اللي هو بيكون الاطار الاخير من المفرش او السمكة عندي. ابتدى اشتغل بغرزة الحشو سلسلة. وبمشي على العمود بالعرض كده. واحد. وفرقص العمود نفسه. واحد. على جسم العمود غرزة. وفرقص العمود غرزة. وهكزا بتاني ماشي بنفس الطريقة. على الغرز كلها. وطبعا عند الغرز اللي بتكون جاية معايا بالعرض. بشكل طبيعي بيكون عندي حرف الفي واضح فببتدي اشتغل عليها ايه? زي ما بشتغل على اي غرزة. زي ما احنا شايفين. الشكل ده اهو. غرزة على عرض العمود وهتلاقوا هنا رأس العمود نفسه. ابتدى اشتغل غرزة. لغاية ما بوصل. الجزء طبعا اللي هو ايه? اخر. اديه لعندي. انا مش محتاجة اشتغل كمية غرز كتيرة عشان ايه? الشكل ما يكونش ايه في اي كشكشة معي. كده ينضي ايه اهو? وهنا رأس العمود. وصلت للاربع سلاسل فوق الاربع سلاسل. هشتغل اربعة حشوة على طول. فوق كل غرزة. كده واحد. اتنين. باخد الحلقة الخلفية من السلسلة تلاتة اربعة. ارجع تاني همشي على الجزء ده كله زي ما احنا طبعا مشينا على الجزء ده وارجع لكم تاني. كده بكون وصلت للجزء طبعا العلوي من الدين. هبتدى اشتغل. فاول غرزة انا كده اشتغل على حرف البيعي دي. واحد. اتنين. تلاتة غرزة. بحيث ان دي شكل الدائري ده. وبعد كده هبتدى اشتغل على كل غرزة غرزة. لغاية ما بوصل لاخر غرزة. بتدى اشتغل عليها تلاتة. وكل طبعا الاماكن اللي بيكون فيها شكل جاي معي. طبعا بصوا خيط البداية اهو معي باخده في ظهر الشغل. كده واحد. اتنين. تلاتة. عشان هنا طبعا انا عايزة الجزء دي يجي معي بالشكل ده. ارجع تاني اشتغل على الغرز بالعرض بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. لغاية ما بوصل امشي على كل غرزة تقابيني غرزة 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 غرزة. هكمل لغاية ما اوصل للجزء ده وارجع لكم كمل نشوف هنا بنعمل ايه مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين. طبعا ده كل الجزء اللي احنا اشتغلنا عليه. اهو كده كده كده. لغاية ما وصلت هنا لمكان السلاسل. فوق السلاسل بشتغل فوق كل فراغ يقبلني غرزة حشو واحدة. كده واحد. اتنين. تلاتة. وصلت للاعمدة برضك فوق كل عمود. هنشتغل غرزة حشو واحدة. طيب. اخر غرزة حشو هشتغلها. هبتدى اشتغل عندها غرزة بيكوت مكونة من تلاتة سلسلة. واحد اتنين. تلاتة سلسلة. هسيب التلات سلاسل واجي تاني لأول غرزة حشو اشتغلتها. بدخل في الحلقة الامامية منها. والحلقة اللي خلفها في داخل جسم ايه غرزة الحشو نفسها. هاسحب الخيط واخرق من الحلقتين دولو من الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. ورجع تاني هنا اشتغل غرزة حشو. داخل السلسلتين بقى زي ما احنا شايفين بتديني الفستونة الحلوات دي. ارجع تاني. واحد اتنين تلاتة. هسيب التلات سلاسل واروح لغرزة الحشو الاخيرة اللي اشتغلتها. هدخل في الحلقة الامامية القصادي. وكمان الحلقة اللي داخل جسم الغرزة نفسها اسحب بغرزة منزلقة. من الحلقات المعي على الابرة كلها. واروح بعد كده الاول عمود ابتدي اشتغل فوقي. الحشو لغاية ما اوصل ايه? للسلاسل. بتكون عندي زي ما احنا شايفين فوق الصدفة. بيكون ده الشكل الموجود عندي. آآ دوائر او الفلسطونات الصغيرة الحلوة دي. ارجع فوق السلاسل التلاتة بشتغل تلاتة حشو بامكانك بدل ما تشتغل على الحلقة الخلفية بس تنزلي من تحت الغرز وتشتغل. بس انا بفضل دايما ان كل حاجات تكون في مكانها ايه? الطبيعي. الصح. تاني برجع فوق الاعمدة التلاتة بشتغل تلاتة حشو واحد. 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 اخر حشو اشتغلتها نعمل فوقيها بيكو او بيكوت واحد اتنين تلاتة سلسلة. هسيب التلات سلاسل وعندي هنا الحلقة الامانية والحلقة اللي وراها على طول في جسم الغرزة. هسحب الخيط واخرج منها الحلقة دي ومن الحلقة اللي عندي على الابر. وانزل فوق السلسلتين اعمل غرزة حشو. فوقيها بيكوت واحد اتنين تلاتة. ونقفلها. بمنزلقة. وارجع فوق التلاتة عمود تلاتة حشو. وبكرر دوت بقى لغاية ما بوصل للنهاية. ولما بوصل للاعمدة. بشتغل على كل عمود غرزة حشو للسلاسل كل غرزة فيهم غرزة حشو واحدة. وبكرر دوت لغاية ما بلف على المفرش بتاعي كله. مش هطول عليكم كده خلاص بنكون وصلنا لنهاية المفرش بتاعنا وزي ما احنا شايفين بصوا قدقيه كبير. ما شاء الله حلو جدا. وجبير. يعني انت لو حبيت تشغليه بخيط المكرمية هيديكي مساحة ومقاس كبير جدا. يعني ده احنا شغلينه بخيط اوطنر فايع ومع ذلك ايه? ما شاء الله يعني واخد الكادر بتاع الكاميرا كله وزايد عناها كمان. بكده بكون وصلت لنهاية فكرتنا النهاردة وده طبعا شكل وش السمكة بعنيها الحلوة. اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم. لو عندكم ايه استفسارات اكتبوا ليه من عناية الاتنين ارد عليكم. وعلى فكرة زي ما احنا قلنا مع بعضا من البداية. لو انت حابة تقبلي الحجم انا بعمل منه اكبر واصغر زي ما انا عاوزة. كل ده بتحكم في عدد غرز البداية. وزي ما بضعف عدد غرز البداية. يعني مثلا احنا بتدينا بعشرين. ممكن تبتدي بخمسة وعشرين بتلاتين زي ما انت عاوزة. بضعف برضك السطور اللي باشتغلها. يعني باشتغل بدل ما انا هنا اشتغلت سبع سطور. لا باشتغل عشرة او اتناشر. وارجع برضك اضعف السطور اللي عندي هنا. وزي ما احنا شايفين كلها بتبقى حاجات تقريبية. يعني ما لهاش اعداد محددة. لكن طبعا انت لو حابة تشتغلي حجم آآ بخيط اكبر. هي بنفس الاعداد اللي احنا اشتغلناها. هيديك الحجم الاكبر اللي انت محتاجه. اتمنى ان الفيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم. وكمان ينول اعجابكم. الفضل ليس امرا. ما تنسوش ازا اعجابكم فيديو تدعموني بلايك وشير وسابسكرايب. واستنوني فيديو جديد من ويو. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرش وصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.